بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزائي الطلاب والطالبات في مقرر الذكاء الاصطناعي 1-2 في هذا المقرر تعرفنا على الوحدة الخامسة خوارزميات التحسين واتخاذ القرار تعرفنا في الحصص السابقة على الدرس الأول مشكلة تخصيص الموارد تعرفنا في هذا الدرس على خوارزميات التحسين في الذكاء الاصطناعي مشكلات التخصيص تعرفنا على الحل الأمثل وهو أفضل حل ممكن أن تجده الخوارزميات أو خوارزميات التحسين تعرفنا على طريقة القوى المفرطة وتعرفنا أن هناك طرائق أخرى أكثر كفاءة مثل طرائق الاستدلال، البرمجة القيدية والبرمجة الرياضية أخذنا مثال عملي لتحسين مشكلة تشكيل الفريق وقمنا بحل هذا المثال باستخدام خوارزميتين الخوارزمية الأولى خوارزمية القوى المفرطة والخوارزمية الثانية خوارزمية الاستدلالية الجشعة قمنا في نهاية الدرس بعمل مقارنة بين الخوارزميتين من ناحية السرعة ومن ناحية إيجاد الحلول المثلة سنقوم اليوم بحل تمارين الدرس الأول سؤال الأول ما مزايا وعيوب استخدام كل من خوارزمية القوى المفرطة والخوارزمية الاستدلالية الجشعة في حل مشكلات التحسين؟ مطلوب في هذا السؤال إيجاد مزايا وعيوب كل من خوارزمية القوى المفرطة وأيضا الخوارزمية الاستدلالية الجشعة تعرفنا في الدرس السابق على ما هي الخوارزمية القوى المفرطة وما هي خوارزمية الاستدلالية الجشعة وقمنا باستخدام هاتين الخوارزميتين في حل مشكلة تحسين الفريق نتذكر ما بعض أهم مزايا وعيوب هاتين الطريقتين خوارزمية القوى المفرطة من أهم مزاياها ضمان العثور على الحل الأمثل إذا كان موجوداً لأنها ستقوم بتجربة جميع الحلول الممكنة ولن تفوت أي حل محتمل من مزايا هذه الخوارزمية أيضاً بأنها سهلة التنفيذ حيث تتطلب تكرار جميع الحلول المحتملة وتقيمهم من أهم عيوب هذه الخوارزمية بأنها تأخذ وقتاً طويلاً جداً إذا كان حجم المشكلة كبير وغير فعالة في المشكلات المعقدة هذا تعرفنا عليه في الحصة السابقة عند استخدام خوارزمية القوى المفرد نأتي على الجهة الأخرى الخوارزمية الاستدلالية الجشعة كان من أهم مزاياها والذي ظهر لنا وكان واضحاً في حل مشكلة تحسين مشكلة تكوين فريق في المشكلة السابقة في الحصة السابقة أنها سريعة التنفيذ وسهلة التنفيذ وفعالة في الكثير من الحالات من أهم عيوبها عدم الاستقرار وقد تفشل في الوصول إلى الحل الأمثل وضرورة تحديد المعايير المناسبة لها إذن الفرق بين الخوارزميتين أن خوارزمية القوى المفرطة أهم زاياها تضمن العثور على الحل الأمثل إذا كان موجوداً ستقوم بتجربة جميع الحلول الممكنة ولن تفوت أي حل محتمل سهلة التنفيذ أيضاً وتطلب تكرار جميع الحلول المحتملة وتقوم بتقييمها أيضاً من أهم عيوبها كما شاهدنا سابقاً أنها تأخذ وقتاً طويلاً جداً إذا كان حجم المشكلة كبير الخوارزمية الاستدلالية الجشعة من أهم مزاياها أنها سريعة التنفيذ، سهلة التنفيذ وفعالة في الكثير من الحالات بينما من أهم عيوبها عدم الاستقرار وقد تفشل في الوصول إلى الحل الأمثل وضرورة تحديد المعايير المناسبة مشاهد معنا السؤال الثاني حلل طريقة استخدام الخوارزميات الاستدلالية الجشعة لإيجاد الحلول المثلة في مشكلات التحسين كانت أو تكلمنا في الحصة السابقة على خوارزمية أو استخدمنا من خوارزميات التحسين التي استخدمناها خوارزمية أسلوب القوى المفرطة وخوارزمية الاستدلالية الجشعة خوارزمية الاستدلالية الجشعة تستخدم لإيجاد حلول مثلة في مشكلات التحسين عن طريق اتخاذ القرارات المقيدة في كل خطوة على الرغم من أن هذه الطريقة أو هذه الخوارزمية لا تضمن الوصول إلى الحل الأمثل ولكنها تقدم حلولا قريبة من الحل الأمثل وفي وقت قصير جدا خطوات استخدامها أولا نقوم بتحديد المشكلة ومن ثم تحديد المعايير تحديد الخيارات ومن ثم اختبار الخيار الأفضل ومن ثم نقوم باتخاذ القرار ومن ثم نقوم بتكرار الخطوات للوصول إلى الحل نعيد مجددا خطوات استخدامها أولا نقوم بتحديد المشكلة ومن ثم نقوم بتحديد المعايير بعد تحديد المعايير نقوم بتحديد الخيارات ثالثا رابعا نقوم باختبار الخيار الأفضل وخامسا نقوم باتخاذ القرار بعد اتخاذ القرار نقوم بتكرار الخطوات هذه مجددا حتى نصل إلى جميع الحلول المثلة باستخدام خوارزمية أو الخوارزمية الاستدلالية الجشعة ثالثا أنشئ خوارزمية حل جشعة لتحسين مشكلة تكوين أعضاء فريق من خلال إكمال المقطع البرمجي التالي بحيث تستخدم خوارزمية الحل الاستدلالية الجشعة لتكليف أعضاء الفريق بالمهمة مشاهد معا هذا المقطع البرمجي تكلمنا عنه سابقا عرفنا هنا دالة غريدي سولفر وهي خوارزمية الاستدلالية الجشعة ووضعنا فيها المشكلة الموجودة لدينا قمنا هنا بتعريف متغير worker skills ووضعنا فيه جميع المهارات الخاصة بهذه المشكلة أيضا هنا قمنا بتعريف متغير required skills وهي المهارات المطلوبة لهذه المشكلة قمنا هنا بتعريف متغير uncovered required skills وهي جميع المهارات المطلوبة في الفريق التي لم تغطى إلى الآن سنقوم هنا بإكمال الناقص في هذا المقطع البرمجي باستخدام أدات أو دالة copy required skills سنقوم بنسخ المهارات المطلوبة التي تم توزيعها بشكل عشوائي هذه المهارات التي إلى الآن لم تغطى في الفريق هنا عرفنا متغير باستيم وما زال إلى الآن القائمة لم تعبى بأفضل الحلول لأنه ما زلنا في بداية المقطع البرمجي أيضا هنا قمنا بـ uncovered worker skills وهي المهارات الخاصة بالعمال التي لم تغطى إلى الآن وقمنا بإنشاء قائمة خاصة لها في هذا الجزء نقوم هنا في هذا الجزء بأنشاء حلقة تكرار لكل عامل أو لكل عامل موجود في هذه المشكلة ولكل مهارة فيه بوضع المهارات أو ربط المهارات الخاصة بكل عامل حيث سيتم في البداية توزيع المهارات التي لم تغطى إلى الآن بشكل عشوائي لكل عام عن طريق استخدام الأدات التي تكلمنا عنها سابقا أدات intersection هذه الأدات التي تقوم بعمل توزيع للمهارات المطلوبة لكل العمال بحيث يتم تغطية المهارات التي يحتاجها الفريق بشكل كامل سنقوم هنا بالاختبار على المهارات المطلوبة هل هي أكبر من الصفر أي هل مازال هناك مهارات إلى الآن لم تغطى أكبر من الصفر أي إلى الآن مازال عندنا مهارات لم يتم تغطيتها يحتاجها الفريق إلى الآن إذا كان هناك مازال عندنا مهارات لم تغطى إلى الآن نقوم بوضع المتغير الbest worker ID none يعني إلى الآن لم نصل إلى الحل الأمثل مازال لدينا بقية عمال نحتاجهم في الفريق أيضا هنا الbest new coverage تكون قيمة القيمة الجديدة للمهارات الصفر نقوم هنا بعمل حلقة تكرار أخرى لكل عامل موجود حتى نقوم لكل عامل نقوم بعملية الاختبار على المهارات الموجودة لكل عامل حيث سنقوم هنا بتعريف متغير my uncovered skills تحتوي هذه المهارات جميع المهارات التي لم يتم تغطيتها في الجزء السابق مع العامل السابق سيتم تغطيتها مع العامل التالي وهكذا حتى يتم تتفاء جميع المهارات المطلوبة في الأخير يتم هنا الاختبار إذا كانت المهارات التي تم تغطيتها مساوية أو أكبر من الbest new coverage التي كانت تساوي صفر لدينا هنا سنقوم هنا بإضافة العامل إلى الأفضل العمال الذي هو أفضل الفريق المكون ثم نقوم هنا بوضع best new coverage أو نجعلها مساوية لعدد المهارات التي تم تغطيتها لجميع العمال حيث تم تغطيتها مع تم تغطيت جميع المهارات بحيث أن كل مهارة أصبح كل عامل لديه جميع المهارات أو سوف جميع المهارات التي لم تغطى إلى الآن نقوم هنا بالتشيك أو الاختبار إذا كان الbest worker ID لا يساوي none هذه معناتها لا تساوي none أي إذا أنه إلى الآن لم يوجد أفضل عامل أي أنه لم نصل إلى أفضل فريق ما زال الفريق يحتاج إلى عدد عمال إذن سنقوم بإضافة best team.abend أي إضافة عامل آخر إلى الفريق اللي هو best team سنقوم هنا بحذف المهارات التي تم تغطيتها سيتم حذف مهارة العامل الجديد من المهارات التي المطلوبة من الفريق بشكل كامل باستخدام هذا المقطع البرمجي سنقوم هنا أيضا بعمل حلقة تكرار لكل العمال حتى نتأكد أن كل عامل يحتوي أو لديه المهارات التي يحتاجها نقوم هنا باستخدام أو تعريف متغير Uncovered worker skill ووضع جميع المهارات المطلوبة ونتأكد من توزيع المهارات المطلوبة لكل عامل بحيث أن كل عامل يكون لديه مهارات تم استفاءها باستخدام أداة intersection في حال إذا كانت نتيجة الاختيار هنا أو الbest worker ID أصبح يساوي none أي أنه لا يوجد حل فهنا سيتم هنا في الآلس return أو إرجاع none أي أنه لا يوجد حل إلى الآن ولم يوجد حل أمثل لهذا الفريق في الأخير ستقوم هذه الدالة كاملة بإرجاع الbest team أي الحل الأمثل إن وجد نشاهد معا السؤال الرابع اذكر ثلاث مشكلات تحسين مختلفة من العالم الواقعي وفي كل مشكلة أضرب مثالا على دالة موضوعية وأضرب مثالين على القيود إن وجدت نشاهد معا في شركات خطوط الطيران أو جدولة خطوط الطيران نتذكر معا القيود والدالة الموضوعية نشاهد هنا القيود في جدولة خطوط الطيران توفر الطائرات وجداول الصيانة لضمان إجراء الصيانة الجيدة لها ومدى جاهزيتها للرحلات هذا قيد الهدف من هذا القيد تقليل تأخر رحلات الطيران أو إلغاؤها لزيادة رضا العملاء نشاهد هنا القيد القيد الآخر قيود مراقبة الحركة الجوية لتجنب التأخير وتقليل استهلاك الوقود الهدف من هذا القيد زيادة استغلال الطائرات لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة نشاهد القيد الثالث مراعاة حاجة المسافر وتفضيلاته لجدولة رحلات الطيران الأنسب للمسافرين الهدف من ذلك زيادة الإيرادات من خلال عمل عروض خاصة على رحلات الطيران عالية الطلب وتعديل أسعار التذاكر بناء على الطلب هذا المثال الأول نشاهد المثال الثاني في إدارة المخزون في الشركات عندنا القيد سعة تخزين محدودة تتطلب إدارة دقيقة لمستويات المخزون الهدف من هذا القيد زيادة الربح من خلال ضمان وجود مستويات كافية من مخزون السلع ذات هامش الربح العالي نشاهد هنا في القيد الثاني فترات مهلة التسليم وتنوعها التي تؤثر على مقدار المخزون الذي يجب الاحتفاظ به في أي وقت الهدف من ذلك تقليل تكاليف التخزين من خلال تحسين مستويات المخزون بناء على توقعات الطلب أيضا القيد الثالث توفير ميزانية لشراء مخزون الهدف من هذا القيد زيادة رضا العملاء من خلال ضمان توفر المنتجات المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وبتقليل نفاذ المخزون والتأخير والمشكلات الأخرى التي قد تؤثر على تجربة العملاء مشاهد معنا المثال الثالث في مجال التوزيع اللوجستي من القيود الموجودة سعة التخزين في المستودعات وكذلك المدة الزمنية المحددة لتوصيل المنتج إلى العملاء الهدف منها زيادة استقبال المنتجات والطلبات من العملاء وزيادة رضا العميل عن عملية التوصيل نشاهد السؤال الخامس معا إذا قمت بزيادة عدد العمال في خوارزمية القوى المفرطة كيف يؤثر ذلك على المشكلة من حيث عدد الحلول والزمن الحسابي؟ نتذكر معا القوى المفرطة التي قمنا بتجربتها في الحصة السابقة واستخدامها في مشكلة تحسين أو تشكيل الفريق الأفضل أو الحل الأمثل للفريق نتذكر معا أن كلما زاد عدد العمال يؤدي إلى عدد أكبر من نسخ المشكلات التي من الممكن إيجاد حلها هذا النمط من الحلول معقول ومتوقع لأن وجود عدد كبير من العمال يزيد من احتمال وجود عامل واحد على الأقل يمتلك مهارة واحدة مطلوبة ضمن مجموعة العمال المتاحة أيضا زيادة عدد العمال يؤدي إلى زيادة كبيرة أسية في الزمن الحسوبي وهذا متوقع حسب التحليل الذي تم إجراءه في بداية هذا الدرس بالنسبة لمجموع العمال ممن هم بعدد خمسة وعشرة وخمسة عشر وعشرون عاملا فإن عدد الفرق الممكنة يساوي واحد وثلاثين ألف وثلاثة وعشرين اثنين وثلاثين ألف وسبعمية وسبعة وستين واحد مليون وثمانية وأربعين ألف وخمسمية وخمسة وسبعين على الترتيب بصفة عامة بالنظر إلى عدد العمال المعطى فإن عدد الفرق الممكنة يساوي ثنين أس إن ناقص واحد حيث إن هو عدد العمال المعطى هذا العدد سيصبح كبيرا لتقيمه حتى بالنسبة للقيمة الصغيرة لإن كذلك بالنسبة لأي مشكلة بسيطة بها قيد واحد يغطي جميع المهارات المطلوبة وهدف واحد مثل تقليل حجم الفريق فإن القوى المفرطة قابلة للتطبيق فقط على مجموعات البيانات الصغيرة جدا وذلك بالتأكيد ليس حلا عمليا لأي من مشكلات التحسين المعقدة التي نواجهها في الواقع تعرفنا في درس اليوم على خوارزميات التحسين في الذكاء الصناعي مشكلات التخصيص الحل الأمثل طريقة القوى المفرطة طرائق الاستدلال البرمجة القيدية البرمجة الرياضية تعرفنا على مثال عملي تحسين مشكلة تشكيل الفريق اتخاذ القرار بخوارزمية القوى المفرطة واتخاذ القرار باستخدام خوارزمية استدلالية جشعة وقمنا بالمقارنة بين هاتين الخوارزميتين شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر